اشتركوا في القناة 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 التي سأبدأ بضربها ننتقل الى المثال الثاني اجد ناتج ضرب خمسة ضرب اثنان ضرب ثلاثة الطريقة الاولى اضرب خمسة في اثنان اولا واضعهما بين القوسين خمسة ضرب اثنان كم يساوي؟ عشرة ممتاز ثم اضربهم في العامل الثالث ثلاثة عشرة ضرب ثلاثة ثلاثون ممتاز تدلني ايضا الاقواص على العوامل التي سأبدأ بضربها اما الطريقة الثانية سأقوم بتغيير مكان القوسين سأضرب اولا اثنان في ثلاثة اثنان في ثلاثة يساوي ستة ثم سأضربها في خمسة ستة ضرب خمسة كم يساوي يا شطار؟ ممتاز ثلاثين احسنتم اذا خمسة ضرب اثنان ضرب ثلاثة يساوي ثلاثين بارك الله فيك الان ننتقل الى مثال من واقع الحياة قرأ حامد ثلاثة قصص كل منها يحتوي على ست صفحات وفي كل صفحة صورتان ما عدد الصور في القصص جميعها؟ لإيجاد عدد الصور كلها يمكنني ان اكتب جملة ضرب تمثلها ثم ابدأ بتجميع العوامل التي اعرف ناتج ضربها اتذكر لا اقلق ولا احتار في كيفية تجميع العوامل لان الناتج يبقى هو نفسه الان علي تكوين جملة الضرب قرأ حامد ثلاث قصص فاذا ثلاث ضرب كل منهما يحتوي على ست صفحات فاذا ثلاث ضرب ستة وفي كل صفحة كم صورة؟ اثنتان فاذا ثلاث ضرب ستة ضرب اثنان انا اعرف ناتج ضرب ثلاث ضرب اثنان لانه الاسهل فاضعه ما بين القوسين ثلاث ضرب اثنان كم يساوي؟ احسنتم ستة ستة ضرب العوامل الثالث وهو ستة ستة ضرب ستة ستة وثلاثون ممتاز فاذا انا افكر من الاسهل البدء بضرب ثلاث ضرب اثنان اذا ثلاث ضرب اثنان ضرب ستة كم يساوي كما قلنا؟ ممتاز ستة وثلاثون اي ان يوجد ستة وثلاثون صورة في القصص جميعها ممتاز وننتقل الى المثال الاخير لدى ليلى صورتان يظهر في كل منهما خمس صديقات لها وكل منهن تحمل العدد نفسه من الازهار فاذا كان مجموع الازهار ثلاثين زهرة فكم زهرة تحمل كل واحدة من صديقاتها؟ هناك عدد مفقود لحل هذه المسألة يمكنني ان اكتب جملة الضرب تساعدني على ايجاد العامل المجهول لإيجاد العوامل غير المعروفة عند ضرب ثلاثة اعداد استعمل الخاصية التجمعية لعمليات الضرب الآن لدينا عدد الصور اثنان ضرب عدد الصديقات في كل صورة خمسة ضرب عدد الازهار التي تحملها كل صديقة عامل مجهول يساوي عدد الازهار كلها ثلاثين سأطبق الآن الخاصية التجمعية لعمليات الضرب اثنان ضرب خمسة ضرب عامل مفقود يساوي ثلاثون سأقوم بضرب اثنان ضرب خمسة كم يساوي؟ حسنتم انها عشرة ضرب العامل المفقود يساوي ايضا ثلاثون الآن هيا نسترجع معا عشرة ضرب كم يساوي ثلاثون؟ بصوت عالي لا اسمعكم ممتاز ثلاثة فاذا عشرة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثون وقد حصلنا على العامل المفقود افكر ما الرقم الذي اذا ضربته في عشرة يكون الناتج ثلاثون كما اجبتم ثلاثة فيكون اثنان ضرب خمسة ضرب ثلاثة يساوي ثلاثون اي ان كل واحدة من صديقاتها كانت تحمل ثلاث زهرات ننتقل الآن الى التدريب هيا يا صغيري جهز سبورتك الصغيرة او ورقتك الخارجية ودون معنا هذه الاسئلة اوجد ناتج ضرب اثنان ضرب اربعة ضرب تسعة واثنان ضرب سبعة ضرب اثنان لدينا دقيقتان وسأكون بانتظارك اشتركوا في القناة 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 شكرا شكرا انتهي الوقت يا صغيري هيا اروني اجاباتكم واحد اثنان ثلاثة ارفع ما شاء الله اجابات مذهلة احسنتم فاذا لدينا هنا طريقتان بعضكم حل بالطريقة الاولى والبعض الاخر قام بالحل بالطريقة الثانية لكن الناتج هو نفسه الطريقة الاولى اثنان ضرب اربعة اولا يساوي ثمانية ثم ضرب تسعة فيصبح لدي الناتج اثنان وسبعون اما الطريقة الثانية قمت بضرب اربعة ضرب تسعة اولا فاصبح لدي ستة وثلاثون ضرب اثنان اثنان وسبعون الاحظ ان الناتج لا يتغير وهنا في المسألة الثانية الطريقة الاولى اثنان ضرب سبعة يساوي اربعة عشر ضرب اثنان يساوي ثمانية وعشرون والطريقة الثانية سبعة ضرب اثنان يساوي اربعة عشر ضرب اثنان يساوي ثمانية وعشرون قمنا هنا بتغيير مكان الأقواص فلا يتغير الناتج الآن تدريب آخر هيا لنبدأ أوجد ناتج ضرب 2 ضرب 4 ضرب 6 5 ضرب 2 ضرب 8 و 4 ضرب 1 ضرب 3 هيا بسرعة قم يا صغير بحل هذه الأسئلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لقد انتهى الوقت هيا أروني الإجابات 1 2 3 4 ما شاء الله بارك الله فيكم إجابات ممتازة فإذا الناتج الأول سواء قمت بحل هذه المسألة بالطريقة الأولى أم الثانية المهم هو أن الناتج هو نفسه فإذا الناتج السؤال الأول 48 والسؤال الثاني 80 والسؤال الثالث 1-2-10 بارك الله فيكم والآن مع التدريب الأخير هل أنت متحمس؟ هيا بنا لنقرأ هذا السؤال أجد ناتج الضرب إذا كان الوجه السعيد 2-2 القلب الأحمر 3-3 النجمة الزرقاء 4 قم بعوضة هذه الأعداد مكان الأشكال وأجد الناتج وسأعود لكم بعد دقيقتان حسنًا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لقد انتهى الوقت هل استطعت الإجابة عن هذه المسألة؟ أحسنتم هيا أروني الإجابات 1-2-3-4 أحسنتم أحسنتم ما شاء الله إجاباتم ممتازة فإذا السؤال الأول 6 ضرب 1 ضرب 2 يساوي 12 ممتاز والسؤال الثاني 4 ضرب 3 ضرب 2 كم يساوي؟ ممتاز 24 وماذا عن السؤال الأخير؟ 3 ضرب 3 ضرب 4 أحسنتم الإجابة 36 والآن دعونا ننتقل إلى المسائل اللفظية اشترى خالد صندوقين من علب الجبن في كل منهما أربعة صناديق صغيرة حيث يحوي كل منها على عشر علب ما عدد العلب التي اشتراها خالد؟ هيا يا صغيري الآن لدينا دقيقة واحدة لتتمكن من الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انتهي الوقت هيا أروني الإجابات واحد اثنان ثلاثة أرفع ممتاز أحسنتم فإذا قمنا بضرب اثنان ضرب أربعة ضرب عشرة كم يساوي؟ ثمانونة علبة أحسنتم وبذلك الآن هيا نتذكر ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا التعرف على الخاصية التجميعية لعملية الضرب واستعمالها الآن هل لديك الكثير من الحماس؟ يمكنكم الرجوع لكتاب الطالب وحل المسائل في صفحة مئة وستة وثلاثون وبذلك يكون درسنا قد انتهى لهذا اليوم أراكم في دروس أخرى ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر